موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى الفيديو اليوم يلقاكم في صحة جيدة سنشارك معكم هالطبق لكي جرائع في مضاق بخضرة مفورة مع الحم وطريقة تعسل لدينا بطاطات جيدة أمتلك كل مقصر وعليم لوبيا وضع بطاطة جزيج وضع بطاطات جزيج وضع بطاطة جزيج وضع بطاطة جزيج وضع بطاطة جزيج وضع العناب البيض والعناب الاسود اللي سبقني وصلتم سلطة جزيج ونفور خضراء نفور الخضراء ونحيطها ونجعل الحمى طيب يأخذ حقوق الطيب نضيف له 1 الوصلة نضيف البرماء وحامض وشوية الملحة ونضيف الكمية لتفور الحمى والخضراء نضيف حقوق الملحة و الكمون واللحم و خزو واللوبيا و الأبئاد و الأسود والبطاطا نضيف الكامون والملحة نضيف كل مكان بخطرة اضعتهم لكي يفوره الزباب الأسود والأبيض الضباب الأسود والأبيض نضيف البصلة مشلدة يضيف البصلة نضيف البصلة نضيف سكين جبير نضيف ملعقة بزار فلفول أسود نضيف ملعقة القرفة نضيف كمية قليلة من خلق بلدي ديق في وضع صورة نضيف ملعقة زيت الزيتون نضيف ملعقة بشحر نضيف الماء القديم في زيت المائدة نضعها فوق النار نضيفها 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 نضيف حرق نضيفها نضيفها الزجر نضيفها 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 اضفت ملعقة العسل الحر اضفت ملعقة العسل الحر اضفت الملعقة العسلية اضفت ملعقة عسل ايضا اضفت الملعقة عسلة اضفت اسجد التفصيل اضفت الملعقة العسل نضيف الزبيب البيض والأسود العناب والأبيض والأسود نضيف الزبيب البيض والأسود نضيف الزبيب مؤسسة نضيف الزبط نضيف 4 كاس الثالثة ساعة ثم تتجربة حينها تتجربة معصلة تتجربة توقف حينها ساعة ثم تجربة ساعة زوائف اضمن كامون م 그다음 مضحة الخيم الخوف الملح خف買 ملح طومة كامون شجا يقوم بزيت للبزار و الزيتون ثم نضيف زيتون وستطيع الموضوع خيزة و الجزار نضيف نفس الطريقة نضيف بل ما لديك خضرات مصطوطة ولكن لا تريد خضرات مصطوطة نضيف الزيت الزيتون نضيف الزيت الزيتون نضيف الزيتون كمية قليلة كمية أكثر قديمت اناول وليدات وحبيت شاركها معكم هنا من بعد ما طابت درت شوية الخص تسرحت له ودرت فوق منه هذك التريف ديال الحيمة اللي فورت والبصيلة درتها في الجناب كيف كتشوفه وحطت اللوبيه من هاد الجانب ومن هاد الجانب وخيزته وحطيته من الجوانب جعل هاد الشكل مهم كيبقى ليكم توم الطريقة ديال التقديم كيف اش بغيتو تقدموه ومع اش بغيتو تقدموه ممكن ديرو خدر اخرى ديرو كرعا كروجيت ممكن ديرو بطاطة عادية ممكن ديرو اي حاجات تسلقو الباربة اللي بغيتو هنا هاد البطاطة حلوة اللي عسلت اضفت عليها القرقاع من الفوق جاد زوينة وجاد خاطرة والماداق ديالها رائح بعد ذيك التعسيلة ديال العسل وذيك القرفة والمروزية تقريبا بالتقديم ماداق ديالها غزال والداء تحبوها ومعبوها ولكن الخضراء الفورا ما كلاوهاش لايك 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 اقلوه غير في الطاطة الحلوة حيث الولداء يميلوا الحاجة الحلوة والمالحة يحبوهم بحال ماكاذب المرقب الزبيب المرقب عسلا في هالبرقوق مهمات شيء اللي يبغيو اما بشي يكون الخضراء لا كنتمنى ان شاء الله انتم تجربوها ووليداتكم تعجبوهم وتطحلوا وراها زوينا كنديرها بطرق اخرى بعد المرة كنديرها طريقة اخرى ان شاء الله سنشاركها معاكم كجي رائع بهذا الشكل هذا مهم كنتمنى هذا الفيديو يكون لإعجابكم ولماذا لم تشترك شي اشترك باش يوصلوا كل جديد وما تنسونيش من التعليق زوينا ديالكم وهذا هو الطبق النهائي قدمتم مع خبيز ديال الدار والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله وبصحة وراحة